تتنوع ظواهر وطرق الاستلاء على أموال المواطنين عبر الإنترنت ومواقعه المشبوهة التي تجذب ضحاياها بإهامهم باستثمر أموالهم مقابل أرباح سريعة وتعمل الأجهزة الأمنية بشكل احترافي معتمدة على التكنولوجيا الحديثة لمواجهة هذه الجرائم من هذا المنطلق وبعد بلغات تقدم بها مواطنون بتعرضهم لوقائع نصب واستلاء على أموالهم من القائمين على موقع هوكبول على الإنترنت عن طريق إهامهم باستثمر أموالهم مقابل أرباح يومية إلا أنه تم غلق التطبيق المشار إليها والاستلاء على 19 مليون جنيه منهم تمكنت الأجهزة الأمنية من خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات والتعامل الفني من تحديد عناصر هذه الشبكة الإجرامية القائمة على إدارة التطبيق واتخاذهم بلتين بالقاهرة وكرا لهذا النشاط الإجرامي عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكان ضبطهم وبحوزاتهم 95 هاتفا محمولا و3367 خط هاتف محمول وتسع أجهزة مودم رسائل جماعية وسبع جهاز حاسب آلي وتسع وثلاثون شاشة كمبيوتر ومجتملاتها وثلاث سيارات ومبالغ مالية عملات محلية وأجنبية بلغت حوالي ستمائة ألف جنيها و41 كرت ائتماني لبنوك بالخارج واعترفوا بتكوين تشكيل عصابي وهم 29 شخصا بينهم 13 يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية استهدف راغب الحصول على مكاسب مالية سريعة عبر الإنترنت واستلائهم على أموالهم عن طريق عدد من المحافظة الإلكترونية بلغت 88 محفظة والتي يتم توزيعها عقب ذلك على عدد من المحافظة الإلكترونية الأخرى بلغت 9965 محفظة تجنبا للرصد الأمني وتحويلها للخارج عبر الإنترنت لشراء عملات رقمية بيتكوين وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحافظ على المحافظة الإلكترونية المرصودة وتتبع الأموال المحولة عبر الإنتربول الدولي كما أقروا بإغلاق التطبيق المشار إليه عقب الاستلاء على أموال المواطنين وأنهم كانوا بصدد إطلاق تطبيق إلكتروني آخر تحت مسمى ريوت لذات الغرض لاستكمال نشاطهم الإجرامي وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك التطبيقات المجهولة على الإنترنت بزعم تحقيق أرباح للمشاركين فيها حرصا على عدم تعرضهم للنصب والاستلاء على أموالهم من قبل عصابات دولية اشتركوا في القناة